صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة بي أغادير أثناء افتتاح سموها لأشغال الندوة الدولية للماء والمناطق الرطبة كلمة سموها بالمناسبة أكدت أن استضافة المغرب لهذا الحدث وتنظيمه تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالاء الملك محمد السادس يشكلان إشارة قوية للاهتمام المغرب بالشأن البيئي ولجهوده الحتيثة من أجل توفيق بين متطلبات التنمية والتدبير المستدام للموارد الطبيعية واجتماع أغادير هذا توضح صاحبة السمو الملكي يؤكد مرة أخرى التحديات الاستراتيجية للماء بالحوض المتوسطي وأهمية الحكام الجيدة للموارد المائية على مختلف المستويات وبالرغم من سبغتها العالمية فإن الإشكاليات المتعلقة بالماء والإكرهات التي ترافقها مثل تغير المناخ تشكل تحديا كبيرا بالنسبة لبلدان البحر الأبيض المتوسط لكونها منطقة تأرجح جيو مناخي يجعلها معرضة لمختلف التأثيرات وخاصة منها ندرة المياه أصبح إذن من الضروري تضيف سمو الأميرة إيجاد حلول ومقاربات جديدة للتحكم في احتياجات النمو الديمغرافي والتوسع العمراني تأخذ بعين الاعتبار الإكرهات البيئية وهنا استعرضت سموها أهمية التعاون والشراكة بين البلدان المتوسطية خاصة في مجال استغلال موارد المناطق الرطبة بشكل مستدام وتعتبر المناطق الرطبة نظاما إيكولوجيا هشا سريع التأثر بطرق الاستغلال غير المعقلا فيما يتعلق بالمناطق الرطبة فإن بلدنا يتميز بغناء نظمه البيئية حيث تم تصنيف 84 منها كمواقع ذات أهمية بيولوجية وإيكولوجية في إطار المخطط المريري للمناطق المحمية كما تم تسجيل 24 منها في لائحة رمصار للمناطق الرطبة ذات الأهمية الدولية ضمان الانسجام بين الخيارة الاستراتيجية المطروحة أي المحافظة على المناطق الرطبة والاحتياجات المتزيدة للمصالح الآنية لهو التحدي الكبير تقول صاحبة السمو الملك الأميرة للا حسناء وتحقيقه يتطلب رصدا علميا مسبقا وتصحيحا للخاطئ من الممارسات وفي خضم كل هذا توضح سمو الأميرة للا حسناء رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة أن المغرب يبدل جهودا متواصلة لحماية تنوعه البيولوجي في إطار تصوراته الخاصة وبمصادقة على اتفاقية رمصار سنة 1981 يكون المغرب ملتزما بالعمل على المحافظة على المناطق الرطبة وإنعاش التنمية المحلية المستدامة عبر عدة إجراءات تنظيمية وقانونية تم أولا إصدار سنة 2010 قانون خاص بالمناطق المحمية يؤسس التزام ومجهودات بلدنا لمحافظة على التنوع البيولوجي انسجاما مع توجيهات الاتفاقية الدولية ذات الصلة بهذا الميدان ثانيا إتمام الشرد الوطني للمناطق الرطبة بالمغرب ثالثا إعداد استراتيجية وطنية للمحافظة على المناطق الرطبة بالمغرب وفي ختام الكلمة أوضحت صاحبة السمو الملكي الأميرة للحسناء أهمية ندوة أغادير في تعميق النقاش حول المناطق الرطبة وتفعيل التعاون الجهوي والدولي بما يضمن ديمومة النظم الإيكولوجية بالمناطق الرطبة وبعد تتبع صاحبة السمو الملكي الأميرة للحسناء لفيلم وثائقي يعرض لواقع المناطق الرطبة عبر العالم وظروف تعارضها للاستغلال مفرط وسبول تفادي هذه الوضعية استقبلت سموها عددا من الخبراء الملتمين لبلدان المتوسطية المشاركين في الندوة ولإيمان سموها بكون التربية على البيئة جوهر مهمة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة استقبلت الأميرة للحسناء أيضا هؤلاء التلاميذ القادمين من مدينة القنيطرة أهدوا سموها تذكارا رمزيا وحصيلة جهاد شهر من العمل قمنا بعمليات تحسيسية مع التلاميذ خلال مدة شهر وانتا وخرجنا بالفيلم شريط قصير كي يطرح المشاكل المتعلقة بهذه المناطق من هذه المشاكل تلوث المياه واستغلال المناطق الرطبة المحمية وعدم احترام قواعد ومعايير السلامة نفس الأطفال سيقومون أيضا بزيارة لموقع سوسماسا للتعرف على خصوصيته الإيكولوجيا والتحديات المفروضة عليه